نعيش الليلة اللقاء الذي يجمع بين الكويت توريا الجنوبية مباراة اليوم وركنة البداية يبحث عن زميلي يرسل كرة الدونية إلى المساحة الفارغة ما هذا الجمال والإبداع يالها من بداية لاجحة للغاية بهذا الهدف المبكر توريا الجنوبية هز الشباك في غضون أول عشرة قائر وأصبحوا متقدمين بهدف مقابل لاجحي عدت الكرة إنه يتحرك إلى الأمام ملعوبة بشكل رائع كنا نتوقع جميعا من لعب مهارتي أن يسجل ما من شك في أنه تعاول إلى دينامو الفريق صار المثل زملائي والمعرك الرئيسي للفريق إنه كالشوكر نحاول فاكتباعات المنافس نحاول لعبها بينيها أبعدها وأنقذ الفريق من خدر محقر يتقدم إلى الأمام تلعب ناحية راية الركنية والآن الكرة ملعوبة للأمام لي شونج يونج تلعب ناحية رائع موسيقى موسيقى لي شونج يونج موسيقى تمريرة مقطوعة وهي صافرة الحكم لأعلان نهاية شوت الأول قدموا إيقاع حقيقية في التسديد على المرمع هو الفارق الضئيل هدف لصفر بين الفارقين موسيقى لي شونج يونج يحاول تمريرها عبر الدفاع يقوم بالتسديد أضاع الكرة لكنها كانت خليبة جدا نعرف جميعا قدوس عيدوني دائما مشاهدة لاعب كهذا في رأيي يكاد يكون من المستعيل إيقافه من الناعية المهارية التورة للأمام يتحدث بصورة جيدة هنا يلعبها بينية عرضية وتقس يوسانتد الكورا كان على واشق استخدام كوريا الجنوبية اللي لم يقوم باستخدام البودلان بعد تسديدة قوية انه يتحرك وحده انه يتحرك وحده يحاول ان الرعبة بينية القائم يمنع الكورا ضربة ركنية وتسجينها يحتاج إلى التركيز وفاعلية دائما تقس يلعب كورا بينية كانت ستتغيجها لتصبح 2-0 خطورة وشيكة لكنه نجح في مرايا سون هينجوين والكورة للمنطقة الامامية يمر الوقت بسرعة دقائق بل ثواني هي المتبقية من عمر المباراة ويتحقق لهم الفوس يجب أن يكونوا أكثر سرعة في اللعب الوقت يمر بسرعة كبيرة تدخل مشرعي والخطأ موجود ها هي صافلة النهاية يمكننا اعتبار هذا نصر للمدافعين الذين حافظوا على تركيزهم طوال تسعين دقيقة لكن في رأيي فإن الانتفاع النصيب الأكبر بالحفاظ على ذلك التقدم والأسبقية بعد أن انتهت مباراة اليوم لم يبقى سواء أشكر فريق العمل وخانست حياتي أعزائي المشاهدين